أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعتها الجوية أحبطت هجوماً أوكرانياً بثماني مسيرات على محطة زابوريجيا النووية كان مسؤولنا روس قد كشفوا في وقت سابق أن قديفة للقوات المسلحة الأوكرانية أصابت وحدة التاقة في محطة زابوريجيا النووية بمدينة أنرغودار الأوكرانية وأوضح رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية للمدينة أليكساندر بولجا أن القصف الأوكراني أدى إلى تفعيل الحماية في حالات الطوارئ بالمحطة نووية ويجري الآن قياس الخلفية الإشعاعية على أراضي محطة تاقة نووية باستمرار عقوبات اقتصادية أزمة طاقة نقص امدادات الغذاء أزمات متلحقة تشهدها الأزمة الأوكرانية التي تقع بين فكايد بروسي والتكتل الأوروبي وحلفائه هنا في محطة زابوريجيا النووية كانت الشهدة أزمة خطيرة تمثلت في أعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة فصلت عن أخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط فبعد أقل من 48 ساعة من تواجد بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة في جنوب أوكرانيا تم الإعلان بأن رابع خط كهربائي تشغلي بقدرة 750 كيلو فولت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية قطعة بعد أن فقدت الخطوط الثلاثة الأخرى في وقت سبق خلال المواجهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن مفاعلا واحدا لا يزال يعمل وينتج الكهرباء لكل من التبريد ومهام أخرى أساسية للسلام في الموقع وكذلك للمنازل والمصانع وغيرها عبر الشبكة وتزيد القلق في الأسابيع الأخيرة من عمليات قصف تستهدف المنطقة التي تضم محطة زابوريجيا وهي الأكبر في أوروبا وسيطرت روسيا على المحطة خلال الأزمة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في حين تتهم كييف موسكو باستغلال المنشأة لحميات قواتها وهو اتهم تنفيه موسكو وترفض في الوقت نفسه الدعوات لسحب قواتها قال المتحدث باسم رئاسة روسية الكراملان دماتري بيسكوف إن كل العوامل بما فيها الجانب الأمنية سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرارا بشأن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا كان الرئيس الاندونسي جوكو ويدودو قد أعلن في وقت سابق أنه وجهت دعوة رسمية لبوتين لحضور قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونسية وذلك رغم الضغط الغربي المكثف لإقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا قال رئيس الوزراء الأوكرانية دينيس شميهال إن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو من المساعدات المالية من الاتحال الأوروبي هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد والجيش والاستعداد لحلول فصل الشتاء وأضاف شميهال في تصريحات على هامش زيارته للعاصمة الألمانية برلين أن الدعم الأوروبي سيساعد في ضمان استقرار الاقتصاد الأوكرانية ودعم العمليات العسكرية في مواجهة روسيا كما توقع رئيس الوزراء في بيانه أن تزود ألمانيا كييف بأنظمة دفاع جوي متطورة في الخريف القادم أعلنت وزيرة التنمية الألمانية سيفينيا تشولتس أن برلين ستقدم 199 مليون دولار إضافية لأوكرانيا لتمويل برامج مساعدة النازحين داخليا نتيجة العملية العسكرية الروسية وقالت الوزيرة الألمانية أنها ستبحث مع رئيس الوزراء الأوكراني خلال زيارته برلين الطريقة التي يمكن بها مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية في رعاية النازحين وذكرت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه حتى الثالث والعشرين من أغسطس الماضي نزح نحو سبعة ملايين شخص داخليا في أوكرانيا شاركت القوات البريطانية في تدريبات فيك لاند نايف العسكرية مع القوات المسلحة السويدية والفنلندية وقالت وزارة دفاع البريطانية أن التدريبات وفرت عزيزا للقابلية العملياتية البينية حيث تسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو وأوضحت أن مناورات أجريت في مركز القيادة في روفانيمي وروفاجار في شمال فنلندا خلال الفترة بين التاسع والعشرين من أغسطس الماضي والتاني من سبتمبر الجاري وقال وزير الدفاع البريطاني بن وعلس إنه في الوقت الذي توجد فيه حرب في أوروبا فمن المهم تعزيز شراكة الدولية بشكل أكثر من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر